نعود للمزيد ونطلع بتفاصيل أكثر حول المشهد هناك مع واء المحمد الحسل مراصلنا من الخرطوم تفضل واء كثف على أحد المباني لا ندري إذا كان هذا المبنى داخل قيادة الجيش أم هو خارج قيادة الجيش ولكن هو قد يكون مبنى متحصن به عدد من القوات لا ندري هذه القوات إذا كانت قوات الدعم السريع عم قوات الجيش ولكن ما شهدناه الآن هو قصف عنيف جدا على هذا المبنى المواجه لنا مباشرة إما أن يكون المبنى داخل القيادة العامة للجيش أو خارجها هناك أيضا ألسنت اللهب ما تزال تتصاعد من قبالة مطار الخرطوم أما الاشتباكات ناحية القصر الجمهوري فقد هدأت نوعا ما حتى الآن جمال هناك أيضا ألسنت لهب ضخمة جدا تشتعل في منطقة شارع الغابة رغم أن هذا الشارع قد لا يكون استراتيجي ولكن هناك ألسنت لهب قوية جدا من تلك الناحية وهي منطقة تبعد عن محيط القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة ربما تكون هناك أيضا قصف عشوائي لهذه المنطقة وهي منطقة مأهولة بالسكان أما الآن هناك قصف متقطع الآن في هذه اللحظات ناحية القيادة العامة للجيش وفي أحاين بعيدا نسمع أيضا دوي بعض الاشتباكات ناحية القصر الجمهوري هناك أيضا اشتباكات في الخرطوم بحري حتى هذه اللحظة كانت أيضا هناك اشتباكات في منطقة شرق النيل بين قوات الدعم السريع والجيش يبدو أن قوات الدعم السريع تحاول الوصول إلى العاصمة الخرطوم من أجل إمداد القوات التي تقاتل الآن في جبهة القيادة العامة أيضا هناك إمدادات من الطيران الحربي شهدناه هذا الصباح للقوات المسلحة والتي قامت بقصف عدة مواقع في مطار الخرطوم الدولي وأيضا في محيط القصر الرئاسي على بعض الوحدات المتحركة لقوات الدعم السريع أيضا هناك بعض المصادر التي تقول عن دخول بعض التعزيزات لقوات الدعم السريع متمركزة بالقرب من جسر المك نيمير لم نتأكد بعد من هذه الأخبار ولكن بعد الاشتباكات العنيفة في محيط القصر الجمهوري بعد مغيب الشمس هذا قد يؤكد فعلا وصول هذه التعزيزات والتي اشتبكت مع القوات التي تحيط بالقصر الجمهوري